صفقات اللي عملها نادي الزمالك في الفطرة الأخيرة دي مرضية بالنسبة لك؟ لا ما قدرش حكم عليها يعني وما احنا مشوفتناش حد غير بنتايك واعتقد انه كان اداو جيد جدا في السوبر لكن شلاك لعب جزء من المباراة يعني لا ما تقدرش تحكم عليه لهو ولا عمر ما تقدرش تحكم عليهم يعني لسه شوية لسه شوية طبعا لكن يعني اعتقد ان احنا محتاجين لسه يعني محتاجين ايه بقى يا فنم؟ محتاجين مركز ايه؟ محتاجين اكيد ديفندر ده اكيد ومحتاجين برضو في الدفاع مساك او يعني لازم وانا رأي ان احنا يعني الناس بتقول محتاجين حد في ناحية الشمال اعتقد ان حتى الشمال دلوقتي يعني مع مشلاك مع بنتايك موجود ومحمد حمدي موجود حمد حمدي وممكن كمان في وجود بنتايك ممكن على ما اعتقد يعني فتوح ممكن يعمل دور هجومي بقى شكله كويس جدا يلعب كجنيح يعني اه يعني انا اعتقد ممكن يعملها بشكله كويس اه اعتقد احنا محتاجين فرود يعني الخط اللي هو بسموه بقى اللي هو العمود الفقري ده اللي هو بتاع الفرقة ده اعتقد ده احنا محتاجين حد التلاتة دول محتاجينهم كويس قوي فرود يكون حد يكون هداف يقدر يصنع ويعني من من اقل فرص يقدر يجيب جون الفرقة كبيرة زي نادي الزمالك لازم يكون عندها حد بيخلص باقل الفرص الممكنة السيف الجزيري مش مش بعليك مش مرضي بنسبة 100% لا السيف لعيب كبير ولعيب دولي ولعيب كويس وكل حاجة لكن هو معدله التهديفي من الفرص اللي بيجيله يعني ما اعتقدش انه هي نسبة تنفع او حتى على الاقل فيه بديل ليه بقى منافسة ليه معا مع بعض هما الاثنين محتاج ستة ضروري محتاج حد برضه في الدفيندر في الدفينس وراء يعني الخط ده لازم يكون فيه لازم يكون فيه تلاتة دول موجودة الزمالك السوبر المصري ما بعد الفوز بالسوبر الافريقي توقعاتك ليه والله ما فيش توقعات في المباريات بتاعتك ما اصدش النتائج اصد انه عادة فيه جملة شهيرة كده يقولك الزمالك لما يكسب بطولة ممكن يريح البطولة اللي بعدها صعيح هل تتوقع انه الزمالك يستمر بنفس النصك ولا ممكن يريح في السوبر المصري لا ما اعتقدش اعتقد ان اللي حصل في السوبر الافريقي ده من لمة اللعيبة اللي موجودة والشحن اللي حصل لهم والإصرار في الملعب على أن هم ما يكسبوا أعتقد ده الحاجات دي لما بتحصل جوه الفرقة بيحصل زي يعني بيدوق طعم الفوز بيدوق طعم المكسب بيدوق الكلام ده وتخلي بالك الكلام ده هو يعني ده كلام حقيقي أنك إنت لما بتكسب وبدوق طعم الفوز وبدوق طعم البطولة وبتشيل الكاس بيحصل عندك رغبة تانية أن يحصل ده مرة واثنين وثلاثة عايزة دوق الطعم ده تاني أعتقد أن المنظر اللي شفناه في السوبر ده أعتقد أن إحنا يعني إن شاء الله بإذن الله قدرين على أن إحنا نكمل بالشكل ده